النقطة التانية انه نهاردة كان فيه كتير او من الناس بيقوله انه كابتل اهاب جلال تغييراته اتأخرت وكان ممكن يغير واحد من عمر السلاي وحمد فتحي ويلعب واحد كمان عنده صفات هجومية اكتر هجماعة هي كرة مش بلاي ستيشن مش انه انا هاجم بكل اللعيبة ودي تصفيات بنظام الدوري يعني اقصد انه لو انت النهاردة مكسبتش السلاس نقاط فمتخسرهمش التلات بالمناسبة يعني حتى لو المبارفة الكاهرة ايه واجه المخاطرة ومين قالك ان احنا منلعب نفسنا ومين قالك عشان احنا منتخب مصر فايه منتخب سهل بالنسبة لنا فمش محتاج لعيبة توسط مدافعين الكرة ما فيهاش كده ابدا ولا الكرة فيها ان انا روح منزل اتنين تلات اربعة مهاجمين واروح هياجم حتى ده ممكن ما يعمل لكش ضغط الهجوم كويس عشان مش تبقى عندك لعيبة في نص الملعب تبني عليهم فيه تفاصيل في الكرة غير القلب الجامد ده اللي هو ايه يعني ما تنزل مهاجمين انت بتنزل لعيبة في النص ما تنزل الناس بتجري وتهاجم وتجيب جوال اه واروح هعمل فيه ايه ما يغني ان نهارده كنت بتهاجم منتخب مصر على فترات لو دخل فيك هدف هيبقى الموقف عاملي ازاي كرة مش كده دي ملحوظة تانية ملحوظة تالتة ان النهارده الناس اللي بتفرج على منتخب مصر عمالة اقول احنا عندنا لعيبة عظيمة اه طبعا لعيبة رائعة وممتازة وكل شيء بس فيهم لعيبة كتير خسروا مع النادي الالف انها افراقب اداء مش جيد كانوا مستوى مهابل جدا مع نادي الزمالي في الفترات الاخيرة يعني مش يعني انت مش واخد كمنتخب مصر لعيبة في افضل مستواتها على الاطلاق مش واخد ده ففيه نقط نقف عندها كده ونفكر انا تاني انا بقول اهو انه اللاعبين اللي معانا لعيبة محترمة بس احنا معناش برضو افضل منتخب على الاطلاق ان هو اي مدارب ييجي هنكسى بربعة وخمسة اي منتخب لا انت معاك لعبين كويسين تقدر تتعامل بيهم بشكل منطقي وعملي ما تتعاملش مع نفسك ان انت منتخب فرنسا والبرازيل انت منتخب يستطيع المنافسة في افراق يستطيع ولكن انت مش افضل منتخب في قائل افراقية هتقول لي ما هذا التقليل لا مش تقليل والله هي وقعية بهدوء انت ممكن ما تبقاش الافضل وتكسب البرتغال يورو 2016 كانت صعد عن مجموعتها بتلات نقط بتلات تعادلات افضل توالد وكسبت اليورو ما كانتش افضل منتخب في اوروبا ايطاليا اليورو اللي فات مش افضل منتخب في اوروبا اكيد مش افضل منتخب في اوروبا وكسبت البطولة انت ممكن تكسب بس تبقى منطقي وزكي في تعاملك مع التشكيل اللي معاك مش انك عايز تبقى السنغال او تبقى كودفار او تبقى ناجيري مش انه ههاجم وخلاص ههاجم بكوة وضراوة احنا طول الوقت حطين في دماغنا انا اقدر عشان معايا محمد صلاح بس هي الحكاية عمرها ما كانت محمد صلاح والسلام عشان طول الوقت هدك على الراجل ضغط على الراجل انه ايه دا انت معانا بس ما عمتش حاجة للمنتخب اه ما انا مش بلعب لوحد انا مش كابتن ماجد في منتخب زي منتخب بالسنغال مثلا هتلاقي فيه ستة ساديومانيه وفي الوسط فيه لعيبة جامدة وفي الدفاع الجامد وحرصة كل المنتخب جامد ومرة اخرى ليس تقلينا ابدا من منتخبنا هو بس هدوء شوية واحنا بنحكم عليه هم على اللاعبين واحنا بنضغطهم واحنا بنضغط اي مدير فني بييجي عندنا انا نفس بس المدر بياخد الدعم الكامل بتاعه عشان بعد كده نعرف نحكم عليه براحتنا نقول له انت اشتغلت في الظروف مهيئة ما كانتش عليك ضغط معاك لعبين محترمين لكن انا من اول ثانية كابتن ماجد بينتقب من بعض الناس من قبل ما يلعب اصلا بقولك اول خمسة واربعين دي والناس متضايينة على سوشال ميديا ترين بتاع ايه يعني بتاع ايه ازاي يعني الراجل اول خمسة واربعين دي بينتقب ويهاجم كده ما ينفعش مش منطق يا بصراحة انا شخصيا متفاعل بالكابتن ايه افجال رغم كل الظروف دي عندي تفاؤل تفاؤل هتقول لي يا جايبه منين هقولك الراجل كان عنده بصمات في الكورة حلوة بيعرف يلعب كورة بيعرف يفكر بيعرف يخطط بس ما قدرش يحكم عليه النهاردة وممكن مع منطقة مصر لا يوفق الله اعلم بس ده مش دلوقتي نقوله نقوله بعد كتير بعد عدد كبير من المباريات الله اعلم عشان ما تجيش تقول لي انت مش قلت الكابتن ايه بها يوفق وهينجح لا مفيش حاجة مضمونة في الكورة ابدا لا اعظم مدرب في العالم بس هنعمل اللي علينا زي ما بنطلب من المدرب انه يعمل اللي عليه زي ما بنقول للعابين يعملوا اللي عليهم احنا علينا ان احنا ندعم عشان زي ما قلت مباريح ده اسم منتخب مصر